أسرة عبدالله جمعاد أسرة تسكن بحارة الرباط بمدينة الحوطة صمة محافظة لحق تقتات من خلال بيع القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية وأجرت دلالة ضئيلة من بيع الأغنام لتوفير وجبة واحدة لتجد نفسها تتحمل أعباء بناتها التي نزحنا من الحرب من مناطق مختلفة أبا عني حالتي تأباني أظل سوق الوعد وأرح قربة وبيتي شوفوا كما شوفوا والقيران كلنا دارين بين ومعي 17 نفر بنات 2-3-1-2-2 من صنعاء أغدى رأبعت دبة الغاز لتهرب من صنعاء محاولة إنقاذ أسرتها من رصاص الموت وهي أم لطفلين الأول مصاب بالتهاب وسوء تغذية والآخر يحتاج إلى عملية نهيك عن أنها تحتاج إلى عملية لإزالة ما تبقى في بطنها من جنين بعد نزيف حاد أدى إلى وفاته لتطرق جميع الأبواب على تجد من يساعدها ولكن تنجتها بني الكبير تمدت على داء في دي المستشفى خرجته تعبان تمدت عليها أربع أيام طبعا ما كان ماشي معي مدخول خرجت بينه مريض خرجنا من المستشفى بعان كان دها بني الكبير اشتي عمليا واني كنت مريضة سقطت ومش حصلت فلوس روح المستشفى اسمد الأمومة اليوم رحت قالوا لي في بقايا حق جنين مش قدر تروح من سبب العلاق يعني من سبب الفلوس حتى العلاق يما تمدد بني ما واحد عطاني آخر مرة خرجت أطلب الكذب عيب قسيت على باب المستشفى ومددت يدي مشان طلع قيمة علاق لبني حالة إنسانية صعبة تعيش هذه الأسر في ظل غياب أي دور للمنظمة الدولية أو المحلية في إغاثتهم وانتشالهم من حالهم التي آلت إليه منذ مارس الماضي لكننا يوم نتغدى بس لا عشى ورصبوه من يد فارغة والله يدرى بالحال تعد معاناة هذه الأسر مستمرة معاناة من حرب شنتها ماليشيات الحثوى صالح على منازلهم وقراهم ليسسنا لهم أن يذوقوا الأمرين معا أمر الجوع والعطش مختار شعتل لقناة بالقيس محافظة الأحق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة